موسيقى مساء الخير مشاهدي القناة نايل لايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة يا رب تكونوا بخير يا رب ان شاء الله نكون ملتزمين بالاجراءات الاحترازية عشان وباء فيروس كورونا الكمامة والتباعد وغسل اليدين وان شاء الله يبدع عننا هذا الوباء وخصوصا ان احنا بدأنا في تطبيق تطبيق كبار السن واللي عندهم الامراض المزمنة وتسجيل بتدى التسجيل في وزارة الصحة على الانترنت عشان تسجل اسمك وتسجل بياناتك بحيث انك انت تروح في كل محافظة من محافظات مصري فيها المكان المخصص لاعطاء اللقاح للمواطن المصري فربنا يحفظنا ويحفظ مصر ويحفظ يا رب العالم كله من هذا الوباء وربنا يسطر وخصوصا ان احنا سمعين ان فيه وباء جديد بيحصل في السودان اه بسوريا ناسف الصين خرج من جديد فربنا يسطر على الشعوب العالم كله من قثرة الفيروسات والوباء مما لا شك في حضراتكم انه بفضل الله وبفضل القيادة المصرية علاقات مصر مع جميع الدول العربية واشقائنا في الدول العربية علاقات جيدة جدا والشعب المصري دائما يعني على علاقة جيدة جدا بالشعوب العربية وخاصة بعد ثورات الربيع العربي ووقوف مصر بجوار كل الدول العربية اللي حصل فيها عدم استقرار وعدم اتزان والكثير من الاضرار اللي حصلت اذا كان في العراق اذا كان سوريا اذا كان اليمن اذا كان ليبيا اذا كان السودان في فترة من فترات اذا كان يعني كان فيه كثير من التحديات في السنوات الماضية مصر ادرت ان هي تواجه الموجة العالية اللي كانت موجودة في وقتها والحمد لله خرجت بسلام وايضا بتقوم بدورها حاليا بالوقوف بجوار كل الدول العربية الشقيقة للوصول للاستقرار والتنمية وحفظ الامن في هذه الدول وحفظ الامن للشعوب هذه الدول فمصر طول الوقت حضرتكو لا تتعدى على احد وفي نفس الوقت لا تتدخل في شؤون الدول الاخرى ولا تسمح ايضا مصر بان حد يتدخل في شؤون انا بتكلمش بقى هنا على الجانب يعني العربي ولكن انا بتكلم على بشكل عام في جميع انحاء العالم وعلاقة مصر بكل دول العالم تقريبا فمصر لا تتدخل في شؤون الدول الاخرى ولا تسمح ايضا بالدول الاخرى انها تتدخل في شؤونها الداخلية وايضا على مر العصور ومعلى مر السبعة تلاف سنة حضرتكو كلنا بنقرأ في التاريخ ان الجيش المصري دائما لا يتعدى على احد والجيش المصري دائما بيحفظ امن وامان الشعب المصري ويحفظ استقرار وتنمية الشعب المصري ولا يتعدى على احد ابدا في التاريخ كله ماهب ارينا في التاريخ دايما هو ده الهدف الرئيسي للجيش المصري والهدف الرئيسي لسياسة مصر إنها لا تتعدى على أحد ولكن تحفظ أمنها القومي حضراتكم أيضا كان فيه دور كبير جدا في السنوات الماضية تجاه أيضا الدول الأفريقية مصر أثناء توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي مصر قامت بكثير من المجهود الكبير إن هي تسعى للرجوع مرة أخرى إلى حضن القارة الأفريقية وفي نفس الوقت مش ترجع بس وخلاص لا يبقى ليها دور فعال في إن القارة الأفريقية دي يبقى ليها دور أكبر وأكبر عالميا وأعتقد أن مصر شايفة كويس قوي أن الشعوب الأفريقية محتاجة المساعدة ومحتاجة أن نقف بجانبها ومحتاجة أن هي تبقى في مقام أفضل من هذا المقام الحالي في السنوات الماضية إذا كانت فقر إذا كان عدم اعتناء في الصحة إذا كان التغير المناخي والمشاكل والأضرار اللي بتحصل للدول الأفريقية فيها التغير المناخي والكثير من الملفات فحضراتكم مثلاً أثناء لو نفتكر كده مع بعض أثناء تولي جمهورية مصر العربية لرئاسة الاتحاد الأفريقي مصر قامت بكثير من القمم المهمة جداً وكانت على رأس هذه القمة وسعت لتقريب الدول الأفريقية بعدد من دول العالم الهامة جداً والقبرى مثلاً عملت أو يعني كان في قمة مثلاً أفريقية روسية كانت مصر هي اللي جمع هذه القمة بقدر الإمكان بحيث يبقى في تبادل في الرؤى في تبادل في المصالح تبادل بشكل أو بآخر من المنافع للقيام بسياسة الدول الأفريقية والقيام أيضاً لمصالح الشعب الأفريقي عدراتكم لو فاكرين برضو القمة الأفريقية الصينية القمة الأفريقية اليابانية القمة الأفريقية مع بريطانيا القمة الأفريقية مع اليابان فمصر طول الوقت أثناء هذه السنة الحقيقة كان لها دور كبير جداً غير بقى أنه فهب السيد الرئيسي فتح استيسي عنده كمية التحديات الفضيع اللي كانت موجودة في تلك الفترة داخلياً ولكن زي ما أنا قلت من الأول مصر لا تدخر جهداً في أن هي تقدم يد المعونة أو يد المساعدة أو يد نصيحة للدول الأخرى إذا كانت العربية أو الأفريقية بحيث أننا دايماً شعوب العالم العربي والأفريقي نعتبر يعتبر شعوب واحدة والمصالح واحدة وأيضاً الأمن بتاعها واحد فالكثير من الكثير من المجهود الكبير زي ما أنا قلت من شوية لما كان في قمة خاصة بتغير المناخ وحضر السيد الرئيسي فتاح السيسي في فرنسا وقد إيه كان بيطالب من المجتمع الدولي أن هم يساعدوا الدول الأفريقية للي بيحصل في الدول الأفريقية بناء على التصحر وبناء على كثير من المخاطر اللي بتحصل في دول أفريقية بسبب التغير المناخ ومطالبتهم بأنهم يقفوا بجانب الدول الأفريقية حضراتكم إذا كنت بقول إنه ما مما لا شك فيه إنه مصر تقف دائماً بجوار الدول العربية والأفريقية فأعتقد إنه ما فيش شعب قريب قوي للشعب المصري من الشعب السوداني وما فيش أقرب للشعب السوداني من الشعب المصري والشعبين يعتبروا شعب واحد في التاريخ حضراتكم حنتكلم عن التاريخ ووقوف السودان بجوار مصر أثناء حروبها بتلاقي ستة وسبعين ولا تلاتة وسبعين ولا يعني دايماً الشعوب الشعب المصري والشعب السوداني دائماً يعتبروا شعب واحد والمصالح المشتركة ما بينهم تعتبر واحدة ووقوف البلدين بجوار بعض دائماً طبيعي جداً مهما بقى إيه مر علينا من سنوات ممكن يكون فيه اختلاف في الرؤى أو فيه اختلاف وجهات النظر السياسية أو فيه اتجاهات بشكل أو بآخر لأن التحديات دايماً اللي بتواجهها مصر والسودان على مر التاريخ تعتبر واحدة فأكيد لما يكون فيه اتحاد بشكل أو بآخر لشعبين الشعب المصري والسوداني بشكل قوي أكيد مواجهة التحدي ده هيكون أفضل وأفضل ونتائج هذا التحدي يكون أفضل وأفضل دائماً على مرة تاريخ زي ما قلت الشعب السوداني يعني عمره ما يعني تقريباً دايماً بنحس إن هو شعب واحد هو الشعب المصري والسوداني تفرج على الأفلام القديمة مثلاً لابد ويسود تحس إن هو يعني طول الوقت إحنا عندهم وهم عندنا إحنا عندهم وهم عندنا وإحنا عندهم الشعب السوداني أنا حضرتك يعني أنا جدي جدي محمود رياض أوكي أنا اسمي أشرف وجيه محمود رياض محمود رياض مش وزير الخارجية يعني المصري سابقاً لا محمود رياض حضرتك كان رئيس حضرتكو الهيئة أو الشركة العامة للنقل النهري ما بين مصر والسودان قديماً هو كان ظابط في الجيش المصري الله يرحمه وقد إيه هذا التبادل التجاري تاريخياً ما بين مصر والسودان كان هام جداً أثناء ما كان الشعب واحد أثناء المصالح طول الوقت كانت وحدة وما زالت تبادل التجاري ما بين مصر والسودان في نقل النهري ده اللي أتمنى إنه هو يرجع بشكل قوي تاني أتمنى يبقى إحنا بنهتم بيعني بنهر النيل وقد إيه إحنا ممكن نستغل هذا النهر الجميل بالتواصل ما بيننا وما بين السودان والتواصل أيضاً ما بين الشعب المصري والآخر بحيث أنه يبقى فيه مواصلات مثلاً بشكل أو بآخر فأرجع تاني أقول أنه دائماً فيه ارتباط مهم جداً ما بين الدولتين دول تاريخياً وجغرافياً مهما حصل مهما حصل من عدم توافق في الرؤى بشكل أو بآخر دائماً مصر تضع في الاعتبار مصلحة مصر وشعب المصري وأيضاً مصلحة الشعب السوداني إحنا شفنا حضراتكم في الفترة اللي فاتت دي كان فيه عدد كبير جداً من الاتفاقيات اللي ما بين مصر والسودان بحيث أنه هم بيحاولوا أنه نحاول يبقى فيه تكامل ما بين الدولتين عندهم أراضي زراعية كبيرة جداً عندنا نهضة بفضل الله مصر قامت بيها في السنوات الماضية في كل المجالات إذا كان العمرارية إذا كان الزراعية إذا كان الصناعية إذا كان الطرق والمواصلات إذا كان في كل الصحة والتعليم فليه ما يحصلش التكامل ما بين الدولتين دول واللي دايماً بننادي بيك شعوب عربية أن نفسنا يبقى فيه تكامل ما بين الشعوب العربية بعضها وبعض والدول الأفريقية وبعضها وبعض بحيث أنه لما يبقى فيه تكامل ما بينه وبين بعض في الاقتصاد في النوحة الاجتماعية الثقافية الزراعية استعليمية كل ده قوة لربط المتانة وما بين الدولتين وما بين الدول وبعضها وخصوصا لما يكون فيه كمان تدريبات عسكرية زي نصور النيل مثلا اللي حصل ما بين مصر والسودان في الأسابيع الماضية وكان فيه تدريب مهم جدا للطيران الجوي ما بين مصر والسودان وأيضا فيه توقيع اتفاقية هامة جدا بالناحية الأمنية وبندها عديدة جدا في الاسبوع اللي فات تقريبا كان يوم الثلاثة على ما أتذكر يعني وزيارة أيضا وزيرة الخارجية السودانية السودان إلى مصر واستقبالها بشكل لائق جدا وبشكل مرحب جدا وبشكل يعني كنا فرحانين كنا فرحانين الشعب المصري كان فرحان جدا بأنه وزيرة الخارجية السودانية السودان موجودة عندنا هنا واستقبلناها بشكل جيد جدا وحصلت بحثات مباحثات ما بين وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الخارجية السودانية فالحقيقة دايما طول الوقت المصالح مشتركة دائما فيه اتجاه بأنه إحنا شعبين آه ولكن يعتبر شعب واحد والتحديات اللي بنواجهها هي واحدة مصر يعتبر أمن قومي للسودان والسودان أمن قومي لمصر على مر التاريخ مش هتعرفوا مش هنعرف نجزقها مش هنعرف مش هيعرفوا إن هم يجزقونا أو يحطوا زي ما بيقولوا المصمار في يعني إن إحنا يحاولوا إن هم يفرقوا ما بين الدولتين هنروح فين ما إحنا إحنا دولتين جغرافيا مع بعض طول عمرنا طبعا مصر في الفترة اللي فاتت الحقيقة كانت طول الوقت بتقف مع مر السودان وبتحاول زي ما أنا قلت عمل الاتفاقيات المختلفة في تقريبا جميع المجالات إذا كان الاقتصاد إذا كان مجال اجتماعي إذا كان الصحة إذا كان التعليم إذا كان تدريبات الخاصة بالشرطة السودانية لحفظ الأمن إذا كان فيه اتفاقيات خاصة بالقوات المسلحة المصرية وقوات المسلحة السودانية طول الوقت بجوار الدولة والشعب السوداني مصر عملت مجهود كبير جدا لخروج اسم السودان من القائمة الدول الرعية للإرهاب وده كان إنجاز عظيم جدا 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 كانت الشعب المصري كله كان فرحان بهذا الإنجاز العظيم عشان نفق الحصار اللي كان حصل على أخواتنا فيه السودان والشعب السوداني عشان يبتدي بقى يشب نفسه يبتدي بقى يحصل نموه يبتدي بقى يبص لمصلحة يعني الشعب السوداني بحيث إنه هو يبدأ في نهضة عظيمة زي ما حصلت في مصر ومصر زي ما أنا قلت لا تتدخل جهدا في إن هي تقف بجوار أهلينة والشعب السوداني طول الوقت على مر التاريخ وبالفعل ده حصل وبيحصل حاليا مصر حضراتكو أيضا كانت بتساعد أو بتساند القيادة السودانية للوصول إلى وقف إطلاق النار ما بين الجانبين اللي كانوا بيتسرعوا في السودان والاتفاق السلام التاريخي في السودان فبتحاول طول الوقت إن هي بتقف بجانب الشعب السوداني للوصول إلى سلام والوصول إلى اتفاق يضمن إن إحنا الشعب يديلوا الفرصة إن هم يعملوا يحصل لهم نمو وتنمية زي ما حدث في مصر طبعا حضراتكو أكيد فاكري كويس قوي إن إحنا بقلنا عشر سنين في المفاوضات الخاصة بسد النهضة مصر السودان وأثيوبيا وبقالنا عشر سنين نجتمع اجتماع ثلاثي مرة في السودان مرة في مصر مرة في أثيوبيا عشر سنين بنحاول نصل إلى اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة وإن إحنا نحفظ حق دول المصب اللي هي مصر والسودان وإن إحنا هذا المشروع سد النهضة اللي بيحصل في أثيوبيا إحنا لانه مانع الشعوب الشعب المصري كله والشعب السوداني كله والقيادات المصرية والقيادات السودانية كلهم متفقين تماما إنه من حق الشعب الأثيوبي وعلى فكرة كلمتين دول موجودين في الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والأوروبا مصر والسودان ما عندهاش أي مانع تماما بل بالعكس أهلا وسهلا بالتنمية في أثيوبيا أثيوبيا دولة جوار أثيوبيا دولة أفريقية أثيوبيا طول عمرنا برضو شعوب بتحب الخير للشعب الأثيوبي ولكن بدون ما نوصل لضرر للشعب المصري والشعب السوداني اللي هو دول المصب فعشر سنين نروح ونيجي ومنوصلش الحل نروح ونيجي ونقول إن شاء الله في خير وإن شاء الله بإذن الله تعالى والرؤساء يجتمعوا في عدد من المناسبات ونتكلم ونبقى فيه فرحة وأمل واللاقي نفسنا ما بنوصلش لحاجة في الآخر فلدرجة إنه لو حضراتكم أكيد متمذكرين يعني هذا الموضوع إنه ابتدت أثيوبيا تملى المرحلة الأولى لسد النهضة ولقينا وشوفنا قد إيه فيه ضرر كبير حصل على دولة السودان ولا الشعب السوداني طيب لا تعالوا برضو نجتمع يا جماعة ونحاول نوصل يا جماعة طبعا مصر وقفت بجانب الشعب السوداني في هذه الكبوة يعني أو هذه المشكلة يعني أو هذا التحدي لما كان فيه فيضانات وكان فيه يعني بيوت غرقانة للأسف الشديد وقفت مصر بجانب أشقائها في السودان بقدر كبير جدا وحدك شفنا طيارات اللي كانت طالعة الحربية مساعدات ليه من الشعب المصري إلى الشعب السوداني في هذا الاتجاه يعني فبلقي سد النهضة المرحلة الثانية تقريبا كمان كم شهر أثيوبيا أعلنت أنه وصلنا الاتفاق ما وصلناش الاتفاق إحنا التلاتة اللي هو مصر والسودان وأثيوبيا أنا حمنا السد في المرحلة الثانية فطبعا يعني عدم الاهتمام من الجانب الأثيوبي بمصالح السودان ومصالح مصر ومصالح الشعب المصري ومصالح الشعب السوداني ده يخلينا طول الوقت بصراحة شديدة في حالة قلق وأكيد كل فرض في الشعب المصري أو الشعب السوداني عنده حالة قلق طب وبعدين زي ما نقولت تدخل الرئيس ترامب في فترة من فترات بالولايات المتحدة الأمريكية يعني في هذا التفاوض لقينا الجانب الأثيوبي لو فاكرين كان مفروض بقى خلاص رحين يمضوا على اتفاق ملزم بقى وخلاص قانوني يعني أثيوبيا ما راحتش بتتكلم مع أقوى دبلة في العالم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية ومفروض أن الدولة الولايات المتحدة الأمريكية دي يعني العالم كله بيسمع لرأيها طيب دخل شوية الالتحاد الأفريقي طيب عايزين نوصل لحل ما وصلناش لحل دخل الالتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر ما وصلناش لحل طيب فإحنا كشعوب ندعو الله أنه ربنا يهدي الجانب الأثيوبي وأنه هما يلتزموا بأنه هما يوصلوا مع الجانب السوداني والجانب المصري في اتفاق ملزم كلنا نتمنى ذلك فخامت الصيد الرئيس عفتاح السيسي النهاردة راح زار حضراتكو زيارة رسمية لشقيقتنا السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي أو رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان حضراتكو كان في استقباله وكان في إجراءات خاصة رسمية باستقبال فخامت الصيد الرئيس عفتاح السيسي في السودان وكان في مباحثات مشترقة ما بين فريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وفخامت الصيد الرئيس عفتاح السيسي كانت مباحثات مشترقة مغلقة ما بينهم هما الاثنين الأول وبعدين بعد كده بقى فيه وبحثات يعني تجمع ضيوف مصر ضيوف السودان اللي هما الجانب المصري والجانب السوداني للتباحث في كثير من الملفات مش بس الجانب الخاص بسد النهضة ولكن زي ما أنا شرحت في البداية دائما مصر لا تبخل في أن هي تقدم العون وتقدم خبرتها في أن دولة السودان بإذن الله يحصل فيها بالفعل نهضة زي ما بيحصل في مصر فخامة الصيد الرئيس عفتاح السيسي جاء فيه كلمته وحدة المصير بين البلدين أكيد فيه وحدة مصير ما بين البلدين زي ما أنا قلت مصر تاريخيا تعتبر أمن قومي للسودان والسودان هو أمن قومي لمصر ويحمل صيد الرئيس عفتاح السيسي رسالة أخوة مساندة من الشعب والحكومة والقيادة الحكومة والشعب والقيادة المصرية بترسل رسالة إلى الشعب والقيادة والحكومة السودانية في كل المجالات هتقف مصر بجانب السودان في كل المجالات بدون استثناء ولو حضرتكم هنفهم أكتر وأكتر أثناء استعراض هذه الكلمة يعني وأثناء السيد رئيس عفتاح السيسي للجهود الكبيرة التي تقوم بها السودان في إدارة المرحلة الانتقالية الحالية ومواجهة تحدياتها بشجاعة هنأ فخامة السيد رئيس عفتاح السيسي أشققنا في السودان بالإنجاز التاريخي بتوقيع اتفاق السلام الشامل بعد جهود كبيرة نتيجة إخلاص كافة الأطراف السودانية وحرصها دخول السودان بمرحلة جديدة من السلام والتنمية والإزدهار بإذن الله ومصر تقف بجانب الشعب السوداني في هذا الاتجاه مصر مع السودان قلبا وقالبا دعما للوصول إلى تنمية وازدهار الشعب الشقيق ويعتبر جزء لا يتجزأ من شعب مصر من ضمن ما جاء في خطاب السيد الرئيس عفتاح السيسي أيضا في هذا المؤتمر في الخرطوم الزيرات المتبادلة في الفترة الأخيرة للتشاور المكثف والمستمر والذي يصب في مصلحة البلدين للتنصيق السياسي بين البلدين وتنفيذ مشروعات في عدد من المجالات الحيوية من ضمنها الربط القهربائي السكك الحديد التبادل التجاري والثقافي والعلمي والتعاون في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والتعدين وغيرها من المجالات للوصول إلى التكامل بين البلدين نتمنى هذا التكامل يكمل بشكل قوي جدا ما بين مصر والسودان وتمنى أيضا أن هذه المنظومة تتوسع وهذه الدائرة تتوسع لتشمل كل الدول العربية والأفريقية كل ما يبقى فيه تكامل ما بين الدول وبعضها في كل المجالات كل ما الدول دي تبقى قوية أمام أي تحدي خارجي أو داخلي حتى واستغلال واستخدام الإمكانيات الضخمة للبلدين لمصلحة الشعبين الشقيقين تم التباحث بين الرئيسين حول عدد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وذلك في إطال ارتباط الوثيق بين البلدين في الأمن القومي المصري والسوداني زي ما قلت حضراتكم البلدين يعتبروا أمن قومي لبعض توحيد الجهود المشتركة بين البلدين الرامية لتحقيق الاستقرار على الساحتين العربية والأفريقية كما تناول مستجدات مباحثات سد النهضة وهو الملف الذي يمص مصالح مصر والسودان بوصفهما دولتين المصب في حوض النيل أكد السيد الرئيس عفتاح السيسي على حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة في أقرب فرصة ممكنة قبل موسم الفيضانات المقبلة للوصول إلى اتفاق عادل متوازن وملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وبما يحق مصالح الدول الثلاثة مابنبصش لمصلحة الشعب المصري والشعب السوداني فقط نية مصر والسودان دائما نية صفية جدا مش عارف ايه المشكلة في هذا الاتفاق اللي بقاله عشر سنين هل في جهات اخرى من الخارج بتدعم او من مصلحتها ان مصر والسودان واثيوبيا ما يوقعوش على اتفاقية ملزمة ما احنا طول عمرنا شعوب واحدة في التاريخ كله وقد حدث تطابق في الرؤى بين البلدين حول رفض اي سعي لفرض سياسة الامر الواقع وبث السيطرة على النيل الازرق من خلال اجراءات الاحادية لا تراعي مصالح حقوق ولا تلاق ودولتين المصب وهو ما يتمثل في اعلان اثيوبيا عن تنفيذ نيتها في تنفيذ المرحلة الثانية للملء سد النهضة حتى ولم تتوصل الى اتفاق زي ما قلت حضراتكم اعلنت فجأة الدولة الاثيوبية انه حتى لو ما وصلناش الاتفاق انا حملة السد مش مشكلة مايش دعوة حملة السد بتاعي المرحلة التانية مع ان هي شافت ان المرحلة الاولى ضرت بالشعب السوداني لم يتوصل الى اتفاق ينظم ملء وتشغيل السد وهذا الاجراء قد يهدد بالحاق اضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان وقد تم التباحث والتوافق على سبل اطلاق مصار المفاوضات من خلال تشكيل الدولة السودانية عرضت رأيه وهو رباعية دولية يبقى فيه حاجة اسمها رباعية دولية رباعية دولية يخش في هذا التفاوض بحيث ان احنا نوصل بقدر الامكان لحل ملزم للاطراف التلاتة ايه هم بقى الرباعية دول الاتحاد الافريقي الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة كل يعني انا بتخيل كمواطن مصري انه زي ما تقول كده ايه لما يكون فيه واحد اتنين يعني مختلفين بشكل كبير في موضوع معين فبيجيبوا بيجيبوا حد يشهد بيجيبوا حد يشهد على ما يحدث ويحاولوا يأثروا على الجانب الاثيوبي بشكل او باخر بحيث انه هو نوصل لتوافق نية نصافية نية نصافية ناحية اثيوبيا والشعب الاثيوبي ربعية دولية الاتحاد الافريقي الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة للتوسط في العملية التفاوضية وهذه الالية التي اقتراحتها السودان وايدتها جمهورية مصر العربية وطبعا فخامة السيد رئيس عفتاح السيسي كان بيتكلم انه والتي تستهدف الى دعم جهود الرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعظيم طرح نجاح مصار المفاوضات واللي هو يعني الرئيس جمهورية الكونغو وعد بانه حيحاول يعني يتدخل في هذا الملف ملف سد النهضة ويبزل مجهود اكثر واكثر فنتمنى نتمنى يا رب ان شاء الله باذن الله هذا الملف وهذا التحدي يغلق ويوصله باذن الله الى اتفاق ملزم للجانب للتلات دول وخاصة اثيوبيا في ان هي ملح وادارة سد النهضة وفي نفس الوقت من اصطرش على حصة مصر والسودان اللي هي الحصة التاريخية مش عادي تحسين ان الشيطان دخل ما بين اثيوبيا والسودان ومصر يعني بصورة يعني يعني فيش طان دخل ما بينهم يا طار الشيطان ده مين يا طار الشيطان ده عايز ايه ما احنا طول عمرنا شعوب بنحب بعض ودول اخاء اسمحوا لي ان انا بقولها ببساطة يعني الشيطان دخل ما بيننا زيما مثلا التلاتة بصحات طول عمرهم وفجأة الشيطان يخش ما بينهم فيفرق ما بينهم مثلا او يحصل ما بينهم مشاكل بشكل او باخر باذن الله تعالى نوصل لحل وباذن الله تعالى ان شاء الله الشعب المصري والشعب السوداني والشعب الاثيوبي يوصلوا بغض النظر عن القيادات يعني الشعوب نفسها تتدخل والشعوب نفسها تقدر تاخد القرار بحيث ان شاء الله ما يبقاش فيه هذا التحدي عندنا كلنا على فكرة تحديات اكبر من كده بكتير عندنا تحديات اكتر من كده بكتير عندنا تحدي الفقر عندنا تحدي الجهل عندنا تحدي السياسية الخارجية والسياسة الخارجية والسياسة الدولية بشكل كبير جدا عندنا التحدي الأطماع الدول الأخرى في بلادنا فإحنا مش نقصين يعني مش نقصين إن إحنا يبقى فيه خلاف ما بين هذه الدول وبعضها وخصوصا إن إحنا بقالنا عشر سنين بنتفاوض ربنا زي ما بيقولوا كده إيه يهد النفوس ويوصلوا إن شاء الله لاتفاق بإذن الله تعالى حضرتكو نبتدي بقى إيه الأخبار حضرتكو بس خلينا أقول الأول ضيفي اللي حينورني فيها للستوديو النهاردة ونتناقش في هذه الزيارة الهامة زيارة تاريخية لفخامة السيد رئيسها فتاح السيسي واستجابة مصر لدعوة السودان لزيارة السودان الرئيس المصري لزيارة السودان فحيكون في استضافتنا الدكتور جمال رائف الكاتب المتخصص في الشؤون الدولية والباحث في معهد الدراسات الأفريقية حيكون منورنا في الأستوديو وهحاول أفتح معاه هذا الملف الهام جداً واحد من أهم ملفات اللي بتواجهها مصر واحد من أهم الملفات اللي بتواجهها مصر لأن دي الميا ميا يعني حياة ميا يعني الشعب المصري بدون ميا حيعيش إزاي ولا الشعب السوداني حيعيش إزاي نقص أو زيادة زي ما شفنا في السودان بعد ملء السد في المرحلة الأولى نقص أو زيادة لما زاد ونزلت حصل فيضان رهيب خلق عدد كبير من السودانيين للأسف الشديد حصل وفاة وإصابات وبيوت تردمت بالمية والطينا فكرني بأيام زمان لما كنا منقعد نقرأ كده عن الفيضان لما بييجي كان بيحصل إيه في مصر والأراضي الزراعية اللي كانت بتحصل لها يعني مشاكل في هذا الاتجاه ربنا ما يعيدها أيام حضراتكو نستعرض مع حضراتكو الأخبار وطبعا الخبر الرئيسي والأول لفخامة الصيد رئيس عفتاح السيسي لجارتنا السودان الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي بالسودان مصر ستظل معكم قلبا وقالبا توجه الرئيس عفتاح السيسي بالتهنية إلى الأشقاء في السودان بالإنجاز التاريخي المتمثل في توقيع اتفاق السلام الشامل الذي تحقق بعد جهود كبيرة تكللت بالنجاح نتيجة لإخلاص كافة الأطراف السودانية وحرصها على أن تدخل بالوطن السوداني العزيز عصرا جديدا من السلام والتنمية والإزدهار يشمل كافة أبناء السودان وأكد الرئيس السيسي للجانب السوداني أن مصر ستظل معكم قلبا وقالبا داعمة لجهودكم من أجل تنمية واستقرار وإزدهار شعب السودان الشقيق والذي يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار أشقائكم في شمال الوادي جاء ذلك في كلمة للرئيس عفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي عقب المباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول رقم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الرئيس السيسي يصدق على إرجاء العمل بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري صدق الرئيس عفتاح السيسي على قانون رقم خمسة لسنة عشرين واحد عشرين بإرجاء العمل بالقانون مية ستة وتمانين لسنة عشرين عشرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم مية واربعتاشر لسنة الف وتسعمية ستة واربعين بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام القانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم واحد سعين لسنة الفين وخمسة ولذي وافق عليه مجلس النواب نشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ثلاثة لسنة عشرين واحد وعشرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم مية اتنين وتمانين لسنة عشرين عشرين بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد زون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل مع هذه الزون والسندات عن الضريبة على الدخل من الضريبة على الدخل كما صدق الرئيس أيضا على القانون رقم أربعة لسنة عشرين واحد وعشرين بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تقريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ستاشر لسنة الفين وتمانتاشر نشرت 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 القوانين في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت مصطفى مدبولي الرئيس يوجه برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقه أعمال تطوير مستشفى شبين الكوم التعليمي وكذا مشروع إنشاء مبنى جديد للاستقبال الطوارئ وذلك ضمن جولته اليوم بمحافظة المنوفية وأكد رئيس الوزراء في مستهل جولته بالمستشفى أن الدولة تقوم حاليا بجهد كبير لتطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية الهدفة إلى رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في كل المحافظات وقام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة في أرجاء مبنى الطوارئ والجراحات الجديد التابع لمستشفى شبين الكوم التعليمي حيث استمع إلى عرض من الدكتورة هالا زايد وزيرة الصحة والسكان حول الأعمال الإنشائية التي تمت في مبنى الجديد للطوارئ والجراحات الذي يقع في مساحة نحو 4770 متر مربع ويتكون من 8 أدوار تضم قسمة للأشعة المقطعية والرنين المناطيسي وقسمة للقسطرة التداخلية فضلا عن 8 غرف عمليات و48 سرير رعاية مركزة و6 غرف رعاية عزل و96 سريرا داخليا وأربع مكينات غسيل كلوي طوارئ التعليم لا صحة لاحتساب درجات الامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكل كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن احتساب درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكلي تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لاحتساب درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكلي وأوضحت الوزارة أن نظام تقييم الشهادة الإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول سيتم من خلال عقد امتحان موحد في 7 مارس 2021 الجالي لجميع المواد متعدد التخصصات فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول داخل ورقة امتحانية واحدة بدون درجات حيث ستكون النتيجة اكتياز أو عدم اكتياز على أن يكون اكتياز الطالب لهذا الامتحان شرطاً أساسياً للتقدم الامتحان الفصل الدراسي الثاني مشدداً على أنه سيتم احتساب المجموع الكل للطالب على امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر عقدها تحريراً في لجان مدرسية في يونيو المقبل وزيرة البيئة تتفقد مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية تمهيداً لنقل الموظفين تفقدت دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية لاطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات به تمهيداً لنقل الموظف الوزارة إليه بعد تشغيل الحي الحكومي وأكدت في بيان أن مبنى الوزارة الجديد سيرعي اشتراطات المباني المتوافقة بيئياً التي تعمل على ترشيد استهلاك الموارد واستدامتها كالطاقة والمياه ونشر المسطحات الخضراء حوله وذلك ضمن التوجه العالمي الجديد نحو التوسع في المباني الخضراء للحفاظ على استدامة الموارد وضمن توجيه الدولة في التوسع في المباني المتوافقة بيئياً والمدن المستدامة وزيرة التخطيط تبحث الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022 ومبادرة حياة كريمة التقط الدكتور أهل السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوزارة الموارد المائية والرأي والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل وذلك لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية العام المالي القادم 2021-2022 تقريباً كل الوزارات كانت موجودة وخلال اللقاء ناقشت دكتور أهل السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الريء للعام المالي 2021-2022 حيث تم عرض الموقف التنفيذ للمشروع القومي لتأهيل الترع وكذا موقف مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتماداً على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر كما شاهد اللقاء عرض موقف المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام المالي القادم مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر وتجهيز الآبار الجوفية ومشروعات تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائية وكذلك مشروعات تطوير وترشيد نظم الريء في زمان مليون فدان ومشروع إنشاء وإحلال عدد خمسين محطة رفع على مستوى الجمهورية خبر البعض كده وزيرة التعاون الدولي نسعى لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية أطلقت وزارة التعاون الدولي خلال الأسبوع الماضي حملة المبتكرون لمستقبل أفضل التي تستهدف الترويج لمشاركة القطاع الخاص في تعزيز الجهود التنموية والدفع نحو مستقبل مستدام كما دشنت محفز سد الفجوة بين الجنسين لتصبح مصر أول دولة بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق المنصة التشارقية بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتعزيز التمكين الاتصادي للمرأة وفي سياق آخر وقعت وزارة التعاون الدولي مع بنك التنمية الأفريقية تمويل بقيمة 109 مليون يورو لإمداد ريف الأقصر بخدمات الصرف الصحي والتقطت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بالسفير السويسري لبحث التعاون الثنائي بين البلدين مركز الأظهر للفتوى لقاح كورونا لا يفتر صائم رمضان قال مركز الأظهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية تعمل على طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في جسم الزراع لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع العدوى موضحا أن اللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليس أكلا ولا شربا ولا هي في معناهما كما أن تعطيها يكون عن طريق الحقن بالإبرة في الوريد أو العضل العضل أو الفخد أو رأس الآلية أو في أي موضع من مواضع ظاهر البدن ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحان ظاهرا ومن ثم فلا يفتر الصائم بها لأن شرط نقد الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهر حسا لا من منفذ غير معتاد كالمسام والأوردة التي ليس منفذا منفتحا لا عرفا ولا عادة محافظ القاهرة يؤكد إعادة تخطيط جميع الحضائق وتزودها بالخدمات أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة تقوم حاليا برفع كفاءة عدد من الحضائق لتوفير متنفس للمواطنين وتحسين المظهر الجمالي والحضاري للعاصمة جاء ذلك خلال جولة محافظ القاهرة بحي شرق وغرب مدينة نصر تفقد خلالها الحضيقة الدولية وحضيقة العاشر من رمضان التابعتين للحضائق المتخصصة وحضيقة العاشر بتقاطع مصطفى النحاس التابعة لهية نظافة وتكبيل القاهرة وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في سبيل زيادة المسطحات الخضراء بها مع إعادة تطويرها والعناية بما هو قائم بها فعليا لما يمثل ذلك من تحسين للبيئة بالعاصمة وأكد محافظ القاهرة أنها سيتم إعادة تخطيط جميع الحضائق بالقاهرة وتزودها بالخدمات اللازبة التي تضمن إتاحة الفرصة لروادها بقضاء يوم كامل فيها كما سيتم تحديث الممرات لهواء اللي هوات المشي وزيادة مساحة منطقة الألعاب الأطفال آخر خبر معنا حضرتكو النهاردة هو غدا تقسي دافئ بالقاهرة القاهرة حار جنوبا وشبورة بكافة الأنحاء والعظمة بالعاصمة 24 درجة النهاردة درجة الحرارة تفعت كده فجأة ونجاي الضهرية لـ 6 أكتوبر فهذه الحرارة سوف تستمر غدا إن شاء الله تتوقع هي الأرصاد الجوية أن يشهد التقس غدا الأحد استمرار اتفاع درجات الحرارة حيث يسود تقسي دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة وتقسي معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة مائل الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة أحيانا كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود تقسي دافئ على شمال الصعيد وتقسي حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة دي كانت أخبارنا النهاردة حضرتكم وبعد الفاصل إن شاء الله زي ما أنا قلت في بداية المقدمة هنتكلم عن زيارة فخامة الصيدة إيسا فتاح السيسي للسودان اليوم وهي تعتبر أول زيارة للسودان بعد تشكيل الحكومة ضيفي الحكومة نورني فيه الستوديو حضرتكم الدكتور جمال رائف الكاتب المتخصص في الشؤون الدولية والباحثة في معهد الدراسات الأفريقية فاصل ورجعين حالا شكرا